بتدي معاك مكشى ويمكن كابتن فريق بيبقى ليه دور مهم جدا في لم الفريق وتحقيق الاهداف اللي الإدارة حطاه هدف كان واضح وهدف واحد يعني مشتغلين في كذا بطولة هو بطولة واحدة وهو حتة ان انت توصل ليه الدوري الممتاز كابتن فريق كان التعامل ازاي مع اللعيبة وأثناء المباراة وانت بتكلم في عدد كبير من مباراة ومباراة صعبة ومنافسين صعبة يعني في غاية الصعوبة يعني اخد نبزة كده من التعامل وكانت تفكير مع اللعبين ايه طبعا الهدف ده كان موجود مش من السنة مش من السنة دي بس صحيح لا كان موجود من من السنة اللي فاتت ومن سنين كتير بس ابقول تحديدا من السنة اللي فاتت لان هو ده كان بداية الجهاز الفني بكيادة كابتن علاء إبراهيم كان الطموح برضو مختلف شوية ومجلس الإدارة بصراحة يعني الناس برضو عندها طموح عالي قوي كابتن باسم كابتن صاروت كابتن خالد عباس فالمنظومة كلها كان عندها طموح كبير جدا فدي بالنسبة للهدف اللعبة مع بعضها ولمتنا مع بعض هي دي اللي كانت سبب في النجاح مش فنيات خالص يعني لأ لمتنا مع بعض ودايما كلامنا مع بعض دايما قعدتنا مع بعض في المعسكر وقفتنا قبل كل ماتش دي كانت لازم ان احنا نقف قبل الماتش دقتين تلاتة على الأقل يعني دول لازم نقض نتكلم فيهم بنحفز بعض للهدف اللي احنا عايزين نوصله الهدف مش ماتش واحد لأ من أول ماتش لحد آخر ماتش يعني احنا كان فرحتنا دايما ما بتبقاش بفوز الماتش لأ فرحتنا الكبيرة كانت بتبقى في الآخر خالص يعني حتى كان كل ماتش مثلا نكسبه كل ماتش ماتش بطولة بالضبط الفرقة اللي بتبقى تلعب على بطولة بالنسبة لها كل ماتش ده غير بطولة فإحنا كنا حطين في دماغنا كده ماتشات كقوس كل ماتش نعتبره ماتش كاس فده يعني خلى دايما قعدتنا مع بعض دي هاي اللي خلت اللعيبة كلها وصلها الهدف ده يعني ممكن في الأول آه كان كل واحد يقول لسه الدورة طويل لسه الدورة طويل بس مكسب مع مكسب كله حس بالمسئولية حقيق وفعلا وقفتنا مع بعض وتربطنا يعني دي دي فعلا كانت موضوع كان مهم جدا في الاسباب الصعود يعني طيب خليق أكلمك